اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون صدق الله العلي العظيم هذا التعبير هجاء وتعيير قرآني من العيار الثقيل بالنسبة الى الانسان ذم هائل لهذا المخلوق لهذا المخلوق الذي اعتبره القرآن الكريم خليفة لله تبارك وتعالى تعيب تنقيص كبير يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تقريع هائل هذا تنابز في صفات الانسان من قبل القرآن الكريم هذا التعبير ربما ينعدم نظيره الله تبارك وتعالى يعتبر الانسان موجود لا يدرك الا شيئا ظاهريا في الحياة الدنيا لماذا هذا التعيير ليش هالذنب الهائل هالتنقيص هالهجاء للانسان الله تبارك وتعالى ما اعطانا العلم لدرك هذه الحياة المعقدة جدا جدا الله ما انطانع المغيب وجعل الحياة حياة معقدة كلش ليش ليش بعد هذا الامر الالهي هذا التعيير وهذا الهجاء والذنب الهائل لان الله تبارك وتعالى جعل هناك آيات عديدة لدرك هذه الحياة المعقدة جدا لكن الانسان لا يريد ان يدرك هذه الآيات يعرض عنها وما تأتيهم من آية من آياته ربهم الا كانوا عنها معرضين التعيير يأتي من هذا الباب هناك آيات من خلال هذه الآيات يمكن للانسان ان يدرك شيئا كبيرا من واقع الحياة المعقد هذا الحياة المعقدة واقعها يمكن ان يدرك لكن الانسان معرض دائما يعرض ما تأتيهم من آية من آيات ربهم حتى آية واحدة لا يمكن للانسان ان يدركها بسبب حالة الاعراض هذه الحالة تقع مورد الذنب الشديد من العيار الثقيل من قبل الله تبارك وتعالى للانسان الحياة مشدودة بنظام تسلسلي جدا مترابط ومتناسق ومتماسك اذا الانسان ادرك هذه المفردة هذه الطبيعة في الحياة فقط طبيعة واحدة النظام التسلسلي في الحياة فقد ادرك الشيء الكثير في الحياة يمكنه ان يحقق اهدافا كثيرة في الحياة النظام اكو كلمة في اللغة العربية هذه كلمة مو مأنوسة في الاصطلاحات الدارجة سيرفر سيرفرة سيرفرة من السير سارة يسيره سيرا هذا اصطلاح موجود هذه الكلمة عربية اصلها عربي هذه الكلمة معناها هو الترابط ثم التماسك ثم التسلسل الامور فيها حالة ترابطية هذه في المنشأ زائدا على الحالة الترابطية فيها حالة تماسك شديدة ومن بعد هذه الحالة التماسكية اكو حالة سلسلية يعني تكونات الحياة تبدأ من الذرة الذرة هذه الذرة تتركب كل شيء في الحياة مركب إلا الله تبارك وتعالى كل شيء في الحياة يبدأ هذا التركب من مرحلة الذرة هذه الذرة تتركب يتكون عنوان الخلية تتكون هذا العنوان يتكون الخلية تتكون من ذرات هذه الخلية عندما تتركب تشكل أنسجة هذه الأنسجة عندما تتركب تشكل عضو الأعضاء في البدن هذا مثال ليس بالضرورة إلا أعضاء البدن حتى أعضاء النباتات هذه الأعضاء عندما تتركب تشكل جهاز الجهاز الهضمي مركب من أعضاء المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة الجهاز العصبي مركب من الدماغ والعصب الشوكي والأعصاب المتمددة الجهاز العصبي هذا النوع نمط خلقة الله تبارك وتعالى للحياة علماء الأحياء يبذلون قصارى جهدهم من أجل تبيين هذه الحالة هذه الحالة موجودة في كل أبعاد الحياة كل شيء يتكون في الحياة يتكون بالتركب التركب المتزايد المتداد متوالي هذا التركب هذا التركب الذي يؤدي بعد التركب إلى التماسك ثم بعد التماسك إلى حالة التسلسل هذا أهم مفرد في فهم طبيعة الحياة إذا أدركه الإنسان يمكنه أن يسلك طريق يؤدي إلى أهدافه إلى أغراضه المهمة وإلا فيبقى متخبطاً لا يعرف أي طرفيه أطول هذه مصيبة في الإنسان بالنسبة إلى المعصية بالنسبة إلى المصيبة هناك قانون الإنسان لا يشوف المصيبة فجأة كبيرة الله تبارك وتعالى يبعث له ذبذبات يبعث له المصيبة لا تأتي بشكل حجم هائل تأتي بإشارات العياذ بالله إذا إنسان مقدر له فد مصيبة كبيرة هذه المصيبة الكبيرة خلال فترة زمنية تعطي للإنسان إشارات بس الإنسان ما عنده اهتمام لإدراك هذه الإشارات فما يفتهم إلا وقت المصيبة الكبيرة تنزل عليه العياذ بالله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إن هؤلاء قوم لم يكونوا لاحظوا هذا القانون المهم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق ولا ليستجيبوا إلى الطريق السواء حتى يرموا بالمناسر تتبعها العساكر المنسر هو قطعة صغيرة من الجيش أول يجي الإنسان فبوادر تجيه فآثار من المصيبة مثلا تجيه هذه تتوالى عليه حتى بعدين تأتيه العساكر العياذ بالله عساكر المصيبة أو عساكر الخلل الفوت النقص العيب الحرمان هذه طريقة الله في الحياة إذا الإنسان كان يمشي مثلا شوية التوت رجله لازم يحسبها إشارة إذا ابنه طاح طيحة خفيفة لازم يحسبها إشارة بعدين يخلي في باله يشوف راح تجي فتشغله شوية أكبر إذا الإنسان ما التفت إلى هذا التدرج هذا التسلسل السيرورة ما التفت إليه العياذ بالله فجأة يشوف بلاء شبير بلاء عظيم هذا قالون الله إحنا غافلين عن هذا السيستم هذا النظام هذه الطبيعة التسلسلية في الحياة غافلين لذا ما ندرك الإنسان في المعصية في المعصية نظرة واحدة يشوفها هذه النظرة تكون كفيلة أن تنتهي بعض تسلسل وتماسك في المعصية العياذ بالله لأن هذه النظرة تؤدي إلى خطوة ثانية وتؤدي إلى خطوات أخرى هذه الخطوات من حيث لا يشعر فجأة تلقي به في معصية كبيرة العياذ بالله كلمة واحدة حركة واحدة تقع في التسلسل هذا التسلسل يؤدي إلى شيء هائل هذا الحبل الغليظ هذا كل يوم الإنسان يصنع خيطاً من هذا الحبل يتحول هذا الحبل الغليظ إلى الدرجة اللي بعد خلاص يصير عادة يصير طبيعة هذا الحبل وإحنا الإنسان ما يلتفت الله تبارك وتعالى من فضله العظيم على الإنسان أنه في كل لحظة يعطي إشارة يبين له أكو هناك مثل ما الإنسان اللي السكر يصعد عنده تجي إشارات يحس بعطش يحس احتياجه إلى الحمام هذه ترمومترات في الجسم بالضبط موجودة في معادلات الحياة أكو إشارات والإشارات جداً دقيقة الإنسان إذا أغفل الإشارة الأولى الله يعطيه إشارة شوية أقوى إذا أغفلها تجي إشارة بدرجة أعلى الإنسان إذا طوف الإشارات كلها تجي العياذ بالله صفعة إلهية هائلة تستوقفه عند حده ليش الإنسان ما ينفع إلا السطرة الإلهية ليش ما يكتفي بالإشارة ليش يخليها هذه الإشارة تتحول سطرة ليش إشارات متعنوعة الطفل مثلاً يطيح يطيح بعدياً إيده تروح مثلاً في الباب بعدياً مثلاً يضرر مثلاً أظفره إذا الإنسان ما التفت هذا أكفت حالة جريان أخذ بريك عندك أكفت مشكلة في حياتك قل إلهي عفوك شفت فتبادرة رأساً نشير رأسك استغفر الله تبارك وتعالى شون الضرر؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يستغفر في كل يوم سبعين مرة من دون ذنب استغفر الله تبارك وتعالى اقطع اقطع هذا التسلسل لا تخلي التسلسل يستمر يؤدي يمكن يمكن يؤدي إلى شيء كبير الله تبارك وتعالى يعفل كثيراً ما ويعفو عن كثير وما أصابتكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم من أنفسكم ويعفو عن كثير كثيراً ما هذه الذبذبات تجي بعدين الله يطوفها هو الله رؤوف رحيم البلاء الشبيري وخرى يعفو عن كثير بس ليش أنا أعرض نفسي إحنا دائماً باعتبار ما ندرك هذه المعادلة شهد الله واكفين متكتفين ننتظر يحوشنا السونامي سونامي سونامي العياذ بالله إنسان يفتح عينه يشوف مصيبة كبيرة في حياته هذا السونامي تدخل في دوامة من المشاكل فالسه مرض العياذ بالله أو مصيبة عائلية أو أي شيء العياذ بالله أعوذ بالله من بلاء الله والكثير منها الله يطوفها يعطي الإشارة بس مع ذلك يطوفها بس ليش إحنا نكون دائماً في معرض القضاء والقدر الإلهي العظيم ليش إحنا ما نعالج هذه القضية هذا يريد لها معالجة المعالجة شيء واحد افهم الطبيعة التسلسلية في الحياة افهم أن هذه نظرة واحدة نتيجتها في نفس هذا اليوم أن الإنسان العياذ بالله يرتكب مصيبة يرتكب معصية كبيرة كبيرة جدا بعض المعاصي فيها حالات تدرون في الحديث أكو الظلم ينقض الإيمان نقض يعني النسف بعض وقت الإنسان يسوي شغلة واحدة جهد عشرين سنة يضيع شغلة واحدة الأبو يمارس ظلم مع أولاده ظلم كلش والله شغلة سائدة الأولاد يمارسون ظلم مع الآباء والظلم موش يصعبها فد نظرة شزرة الأبن ينظرها إلى وجه أبيه وأمه خلاص هذا من أعلى درجات الظلم ظلم موش صعبها الإنسان يمارس مع الأولاد يمد إيده لا إذا ما مد إيده حتى لو تخوفه هذا الإرعاب ولو إنت أبوه ما لك حق ما لك حق أنت مو الله هذا ظلم لا تقول هذا ابني هذا عبد من عبادة الله ينقض الإيمان ينقض تدريه يعني نسف إيمان الإنسان يشكل يكون إيمانه عشرين سنة من صلاة الليل من عبادة الله من 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 هذه الممارسات العبادية ممكن ممكن بشغلة واحدة هذه بعد مو متسلسلة هذه هذه بعد مو متسلسلة أكو هذا موجود فتشيء أكو أكو فتبحث مطروح مفصلا في الرياضة النفسية ترويضي ذلك اللي يسألون رياضة شوفوا اقرأوا اسمعوا تابعوا أن كيف حركة واحدة تأتي على عشرين سنة من الجهود في الحياة الدنيا شيخ حسن علي النخدكي الأصفهاني قصص كثيرة تنقل عنه أنه كان يمارس ترويض نفسي هائل هو ابن كاتب في كتاب قصته مع ثلاثة من زملاء أنه قرروا أن يدخلون في رياضة فترة زمنية يمتنعون عن ثلاثة أشياء في الرياضة أولا أن لا يأكل حيواني أي شيء حيواني هذا صعب حقيقة لأن أكثر الأكلات أخيرا فيها شيء حيواني لحم دهن عداني ما أدري بيض لا يأكل أي شيء فيه ذرة مادة حيوانية هذا واحد ثانيا لا يأكلون الأكل اللي في السوق هذا بعد أصعب ما يأكل أبدا لمدة مثلا أشهر سنوات الأكل من البازار ما يأكل أكل السوق أكل برة ثالثا أن لا يمتلئ في الطعام أبدا ولا مرة واحدة لا يمتلئ بالطعام سنوات يقول مكتوب في تاريخه أنه هو ينقل يقول إحنا كنا وأنا كنت وثلاث من زملائني أو هم مجموعا ثلاث يوم من الأيام كنا في السطح في المدرسة طلبة طلبات الحوزة العلمية يقول أحدنا قام وطل صار يطل من فوق السطح على الشارع نظر نظرة بس شافت عيني الشارع انهد رقناه طاح على القاع سقط على القاع فأخذ يتلجلج بالكلام صار يرجف أصابته رعشة شديدة عيونه غارت عيونه من شدة الخوف قل لالا شفيك فما كان يتمكن على الحديث ما كان يتمكن على الحديث أصرينا عليه إلى أن شوية هدئ من روعة شوية خففنا عليه كذا قل لالا شفيك قال شوفوا قوموا قوموا شوفوا طلوا انتوا شوفوا بعينكم فيقول هو الشيخ يقول أنا وقفت أطليت على الشارع من فوق السطح شفت بعض المارين في الشارع على هيكل حيوانات أفتهمت أنه هاي السنوات أول ما دل الأشهر من الرياضة أخذت تعطي مفعولها العين صارت تشوف حقيقة الأشخاص صحيح؟ العياذ بالله من هاي الحالة تصيب الإنسان الإنسان يصير على هيئة حيوانات يقول شو تشوف ناس ولكن فيما بينهم أكو حيوانات العياذ بالله والناس هم ما ملتفتين يعني الحالة الطبيعية دي يمشون إن بيّن أن هذا المنظر منظر خاص هذا الكشف فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد يعني يحدد يحدد الشخص الأشياء فيقول فهمنا أن المفعول جاي يعطي آثاره مفعول الفترة الطويلة فيقول قاعدنا هذا صاحبنا الذي أصابته دهشة شديدة قال أنا لا أتحمل هذا الشكل أنا الآن أذهب إلى بيتي كيف أرى زوجتي؟ كيف أرى أولادي؟ أخاف قلنا له يا أبن الحلاء توك أنت وصلت قال لا لا أستطيع أن أعيش أنا لا أستطيع أن أدري أنه هذه آثار الترويض هذا الشكل فقال صاحب الخادم خادم المدرسة قال له روح اشتري لي خبز و كباب فتعشرة ما هذا الأكل هم أكل حيواني عدل كل عدل حيواني هم الدسم ما له هو من لحم ما له وبعدين أكلت شم نفر أطاهه فلوس وقال لنا اقترح علينا أن أنتم تعالوا أكلوا هذا الطريق لا يصرف لنا لا نستطيع أن نعيش في الشكل قلنا له لا يا أبن الحلال إحنا تعبنا تونا وصلنا حاولوا إياه إحنا ما قابلنا بس هو جاء بالأكل أولا أكلها ضربة قوية دسمة ثم امتلأ بالأكل هم طعام حيواني وهم في نفس الوقت على كل حال من الأكل البازار بعد ينم أكثر من الأكل بعد ما أكل شبع عدل امتلأ قام وقف حتى يجرب حظه نظر نظر أيضا من السطح شاف لا ارتاح شاف الطريق عادي سالك الكل شافهم أوادن ارتاح شغلة واحدة شوفوا هذه سلسلة ها تؤدي هذا نظام السيرفرة هذا النظام اللي سميناه الحالة المشدودة المتماسكة المتسلسلة هذه الحالة بخطوة واحدة تنتقض تنتقض الإنسان لازم يدرك هذا الانتقاض هذه الحياة طريقة رب العالمين في إدارة الحياة خل ندرك هذه السلسلة هذا النظام المتسلسل ندركه ندركه إنسان شوي يخلي برايك يخلي إذا صدرت منه هفوة أقلا يجبر هذه الهفوة لي خليها هذه الهفوة تتدرج تتسلسل تأخذ بعناق الإنسان بعد أن يصير حبل مفتول غليظ بعد ما يقدر يقضى عليها يعني العياذة بالله إذا كانت من المعصية وإن كان مهما كان الحبل غليظ الله تبارك وتعالى رؤوف ورحيم يقدر إنسان ينقض الحبل الغليظ إن الله يغفر الذنوب جميعا بس القضية تدخل في صعوبة قال أمير الممي عليه الصلاة والسلام توبوا الذنوب توبوا الذنوب ولا تعيونا بطلب الشفاعة لكم يوم القيامة تعيونا تدري شنو إعياء يعني عجز هذا مستحيل على أمير الممي لازم نفسره شكل ثاني نقول تعب تعب يعني لا تعبونا انتهني توبها لا تخليها تصير غليظة يوم القيامة نتعب حشان شنو نخلي رب العالمين يطوفها عليكم لا تعيونا بطلب الشفاعة لكم يوم القيامة الإنسان يتمكن أن يحصن نفسه قال أمير الممي عليه الصلاة والسلام إن من العصمة تعذر المعصية الإنسان ممكن أن يعصم من قبل الله تبارك وتعالى عصمة جزئية ممكن الله تبارك وتعالى ما يخلي هو يريد يعصي الله الله ما يخلي يلهي يخربط عليها يسلط عليها النوم مثلاً يريد مصمم مقرر إن من العصمتين تعذروا المعصية هذا يمكن الإنسان يحصله الإنسان ممكن إذا شاف أنه طاح في السبيل المعصية ممكن أن يحصل النفس من الله يحصل عصمة الله يخليه بشكل ما يقدر حقيقةً يصير هذا شغلة سهلة أي عمل خير أي عمل خدمة أي صالح الصالحات العمل الصالح يصلح أن يعيق الإنسان عن المعصية يصلح أن يحمي الإنسان عن المصيبة يحميه بس المهم أن يكون الإنسان واعي أن يكون ملتفت أن يكون قلق الإنسان اللي ما عنده قلق يمشي في الحياة يشوف ألف أثر آية ما يلتفت بس الإنسان اللي عنده قلق هاجس هذا هاجس يخليه يلتفت إلى الإشارات الإلهية في كل المشاكل وإلا العياذ بالله شوفوا ليش ما عندنا حياة طيبة ليش هذه الحياة كلها مشاكل الإنسان إذا عرف السلسلة صدقوني ما يبتلى بمشاكل بس يشوف الأثر رأساً يصير آدم يقول إلهي عفوك إلهي عفوك عفوك إلهي الله طوفها تشوف تمر عليه سنوات ولا مرة ما احتاج إلى طبيب ولا أولاده احتاجوا إلى طبيب يمر عليه سنة سنتين ثلاث ولا مرة ما راجع طبيب ما راجع هذه حياة طيبة ولا مرة ابتلية بمشكلة لا سوى حادث مئة مرة مرة في قضية خطيرة والله تبارك وتعالى يحميه يبعد عننا البلاء هذا يحتاج إلى هاجس يحتاج إلى قلق يحتاج إلى التفات التفات نتخلي الحياة تتسلسل لا تخليها قصها قصها بس تشوف موضوع هسه واقعاً هو ضمن السلسلة ولا لا انت اعتبرها هذه قضية متسلسلة خاف من الله إنهم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق الإنابة الرجوع الإنسان يقول لا يعفوك بس هسه مرة ثانية من إنسان يعصي الله له مليون مرة الله رؤوف ورحيم بس هذه الحالة مهمة الله تبارك وتعالى يحب هذه الحالة هذه الحالة يسموها تواب وأزلفت الجنة للمتقينة غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب أواب صيغة مبالغة أواب يعني آبة آبة رجعة الإنسان اللي هاي يفلت ويعود يهفو ويعود يعصي ويتوب هذه الحالة الله يحبها المعصية الكثيرة صدقوني مو مشكلة بشرط أن يتلوها عفو وطلب عفو وطلب مغفرة كثيرة هذه أواب الإنسان اللي ما يبتعد إيشلون يعود إحنا الله يعرفنا الله هو خالقنا إحنا ضعفاء يدري الله إحنا بالنتيجة إبليس لعنته الله عليه يقص علينا الله يعرفنا فهذا الإنسان اللي يكثر في المعصية هذا مو مشكلة المشكلة الأساسية إنه إذا أنا عصيت ليش ما أتوب عصيت توب مئة مرة الإنسان يعصي هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أواب مو معناته أنه خلص إذا انهي الشكل روح دوس بنزين لا أواب ارجع بس خلي رجلك على البريك حفيظ هذا هم صيقة مبالغة وإلا أخوة ما دام الله يشكل أخوة إنساني فلتها لا هذا مو مو تبليغ للفلتان حاول أن تضبط نفسك بس لا تخاف إذا كثرت هفواتك ما دام ربك رؤوف ورحيم وفاتح باب التوبة ومهما كانت المعاصي إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا الأمر إدراكه جدا مهم وإغفاله يدع الإنسان أمام أنواع وأصناف من المعاصي التي تليها هذه المعاصي المصائب الكبيرة المعصية تتراكم تتحول إلى مصائب العياذ بالله تعكر حياة الإنسان في كل أبعاده من أول ما إنسان يولد يكون فيه مشاكل إلى أن يموت كل الحياة فيها أكوسيات كل الحياة مشاكل اضطرابات ليش هذه الحالة لازم الإنسان إذا ما قدر يدرك أخطائه لأنه إحنا ما ندري يمسوين شغلة ما ندري هذه معصية ما ندري قايلين تشلمة كلمة واحدة ربك كلمة سلبة نعمة ما ندري إحنا دايخين الله ما أعطاني علم جوايد كثير ما يخالف الهفوات ما تفهمها ما يخالف الإشارات وين خلي عينك على الإشارات إذا شفت إشارة وانت ما تدري هذه الإشارة مرتبطة بوين مو مشكلة قايل تشلمة ما أخذ خطوة عينك شايفة كذا مو مشكلة المهم شفت آثار أخذ بريك رأسا الإنابة إلى الله تبارك وتعالى الله يعفوك هذا النظام طبيعة التسلسلية الموجودة في الحياة الإنسان يجده في الطبيعة في كلمات علماء الأحياء يمكن أن يسخره في فهم هذه الطبيعة المرتبطة بنظام الإنسان وتعامله يعني وجوده في كينونة هذه الحياة المعقدة جدا يحاول أن يلتفت إلى كل خطر ولو صغير يجده يلتفت إليه ويتوب إلى الله تعالى من وراء هذا الخطر من هذه الإشارات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم شكرا